اشتركوا في القناة الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفردة وتمانيات جلالته للهند وقعدتها وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار معتبرا سموه ان الروابط مع الهند مكسب هام واستراتيجي يحقق اهداف العلاقة التي بنيت على اساس متين منذ غرون عديدة وهي قائمة على الاحترام والتعاون والتنسيق المشترك وقد اشهد سموه بالخطوات التي اتخذتها قيادة البلدين في تعزيز ذلك من خلال الزيارات المتواصلة على مختلف الاصعدة والتي تحق العمل الثنائي الذي ينعكس على تطور والازدهار في البلدين وبخاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري منوها سموه بالدور الكبير للجالية الهندية في مجال الاسهام في مسيرة النماء والتطوير في البحرين وقد استعرض سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع الحضور ما اتخذته مملكة البحرين من خطوات اصلاحية بفضل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مضيفا سموه أن القيادة الرشيدة استطاعت أن تحدد الخطط والبرامج الهادفة وفق الاستراتيجية الوطنية التي رسمها المشروع الاصلاحي لجالات الملك المفدى والذي تضمن أهدافا تنموية ساهمت في تقدم والزهار المملكة في كافة المجالات كما تحدث سموه خلال اللقاء عن الجهود المتميزة التي يؤذرها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة العلمبية البحرينية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي بالمملكة من خلال الخطة التطويرية التي وضعها سموه والكفيلة بمواصلة الديمومة التنموية في هذا القطاع والتي أسهمت في تحقيق البحرين العديد من الإنجازات الرياضية بمختلف المشاركات والمحافل الدولية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لقد بادرنا بتقديم مشروع بطولة القتال الشجاع والذي نجحنا في أن يرى هذا المشروع النور وأن يكون على أرض الواقع بفضل دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي مكنت هذه البطولة أن تضع بصمتها الناجحة منذ انطلاقتها بمملكة البحرين في سبتمبر الماضي ونتظلع تعقيل هدف الرئيسي وهو أن تكون بطولة القتال الشجاع هي البطولة الأولى عالميا على مستوى هذه الرياضة هذا وقد أقام سمو الشيخ خالد بن حمد مادبة غداء تكريما للحضور تكريما للحضور